في هذه الساعات المبكرة من كل يوم لا تجد سوى عم علال يتجول في هذه الغابة طبعا ليس للتنزه بل لجمع كمية من الحطب لمجابهة برد المنطقة في رحلة يومية رفقة دابته التي يستغلها في حمل حزم الحطب فالحطب يوفره عم علال من أجل توفير الدفء لعائلته واستغلاله أيضا في طهي الطعام بعدما يتعذر في أيام الشتاء توفير قارورة غاز البوتان الحطب كما كده يتخنع له الزلالي طيب وعليه خطر في طاع الجاز الجاز الخطر كين والخطراش مكيش ما عندك خدمة مكيش السكنها كتوفوها مكيش شي الخدمة سوى الحطب هذه الخدمة اللي بدأ يومية رأي عندي 45 عم والاستراغون عائلة عم علال تعاني أيضا من السكن القديم والمهترئ كبيت العنكبوت هذا فحتى حاجيتهم لا تجدوا سوى مثل هذه الجدران كخزانة لحفظها فرغم أننا على أبواب سنة 2020 لا زالت عائلات جزائرية كعائلة العم علال تعتمد على الحطب كوقود لمجابهة ثالوث البرد الفقر والجوع ترجمة نانسي قنقر